خلينا مع بعض نتكلم واحدة واحدة. بداية فيه فلوس جاي لك من حيث لا تعلم. يعني فلوس جاي لك وانت مش متوقع قضمها. جاي لك ان شاء الله يعني خير كتير ان شاء الله جاي لك يا برج الدالو. دايما انت بتدي ودايما انت بتعطي ودايما زي ما بيقولوا كده اللي في جيبه ومش ليه. ولكن فيه اختلاف المرة دي. ان الفلوس هتجي لك انت مش انت اللي هتخرجها. ايه كمان مستنيك يا برج الدالو. ان شاء الله في عندك فرح كبير في العيلة. قد يكون انجب طفل لك او لحد من اخواتك او لحد موجود عندكو في العيلة. تمام? او خبر زي سماع خبر خطبة او خبر زيجة او خبر حمل لحد برضو من قريبك. هتفرح جدا لانك انت طول عمرك بتحب الخير لغيرك يا برج الدالو. طيب بالنسبة بقى الحياة اياتك انت الخاصة. فان شاء الله ان شاء الله عايزين نقول ان كان في شوية لغبطة في علاقتة طلعة عاطفية. بالذات للي عندهم علاقة ثلاثية كان في شوية لغبطة عاطفية في الايام اللي فاتت. كان فيه مشدات كان فيه ايه اللاء كان فيه توطر كان فيه خصام كان فيه بعد كان فيه كل حاجة مش لطيفة كات موجودة في العلاقة ديت. احب اقول لكم ان ان شاء اله ان شاء الله يا رب فتحسن كبير في العلاقات العاطفية بتاعتك يا برج الدالو. بالذات للي معك فيه علاقات ثلاثية. هايجي لك هيبقى ليك لوحدك هتصطلحهم هترجعوا لبعض المية هترجع لمجريها هتشوف حاجات كتيرة كويسة يا بور جدا شوية اندفاع منك وشوية سعي جامد جدا على الرزق لانك هتبقى نشيط وفيه طاقة حيوية عندك فانت هتجتهد وهتجري وهتعافر في الدنيا وهتعمل حاجات كتير قوي هيكون لها عائد نفسي ومادي عليك يا بور جدا طيب بالنسبة ليه الحبيب اللي الوقت معاك بس انت حسس ان هو ملأ لأ كده وحس ان هو بيفكر دا يمشي ولا بيعمل ايه انا احب اقول لك ان في حد مسيطر على مشاعر حبيبك اللي بيحاول دايما ان هو يتلكك لك وبيحاول دايما ان هو يعمل نفسه زعلان ففي الحالة ديت هو فيه فعلا حد في حياته بيحاول ان هو يغلوش عليك عشان انت متشوفش العلاقة دي فبيعمل نفسه زعلان مقموص غبان شوية شوية بيروح وييجي فخلي بالك وخليك منتبه ووصحة وحط عندك في وسط راسك يا برج الدالو ان شاء الله ان شاء الله يا رب فيه صلح وفيه خير كتير للي من رعيلة واحدة ومتخنئين او متخصمين او فيه بعد هيحصل ان شاء الله لقى وصلها فيه تأسيس مشروع جديد لك يا برج الدالو مشروع عملي مش مشروع عاطفي مشروع شغل هتعمله هيكون ناجح جدا وفيه اخبار كويسة جدا عن الشغل دوت وفيه اشخاص كتير بيحاولوا ان هم يقنعوك بالشغل ده وانت مش مقتنع او خايف مع انك مقدام وبتجازف وممكن ترمي نفسك في وسط المية او في وسط البحر وانت حتى ما بتعرفش طعوم وبتسيبها على الله بس في الوقت دوت انت الان لان الوقت صعب الايام صعبة خايف ان انت تاخد اي خطوة تخسر خايف ان انت تاخد اي مجازفة تخسر فيبقى لها وقع مش لطيف على اللي حواليك او تقزم لهم الامور فانت دايما بتخاف على اللي حواليك طيب فيه بعض من برج الدالو بعض من برج الدالو بيفكروا بالفعل ان هم يسيبوا احبابهم وعايزين يمشوا وعايزين يرحلوا وعايزين يبعدوا لبعيد وتعبوا من كتر المناكفة ومن كتر المناهدة ومن كتر التعب في العلاقة. عايزين يسيبوا البرج يعني يسيبهم أصحاب الأبراج التانية اللي هم عندهم. الجزئية دي لبرج الدالو مش على برج الدالو. يعني في بعض الأشخاص من برج الدالو عشان اللي بيشوفونا من الأبراج التانية. بيفكروا فعلاً إن هم يبعدهم وبيفكرهم إن هم يسيبوا حبيبهم لأنهم زهئوا وتعبهم. فحاولوا إن انتوا تكونوا رفقاء وطيبين مع برج الدالو. حاولوا إن انتوا ما تصيروش أعصابه لأنه لو بعد ما بيبصش وراه. لو هجر ما بيبصش وراه. إلا في حالات معينة لما بيكونوا يحب معدي معاه مدى بعيد أو مدى طويل. خلاص. الأيام دي أيام خير ورزق وفرح لبرج الدالو. ياريت كلنا نستغل لها ونستغل لبرج الدالو. وكمان نكون معاه علاقة طيبة لأنه هو شخص طيب في أغلب الأحيان. ولكن قلبته وحشة. قلبتك وحشة يا برج الدالو لأنك عانيت كتير. وتقلمت كتير وتعبت كتير وكان فيه أوقات كتيرة كانت الدنيا كلها بتبقى فوقك. والدنيا كلها جاية عليك. وخلاص ما عادش فيك احتمال يضغوط أكتر من كده. أنا شايفة برضو أن فيه فلوس جاي لك من بره. فلوس من الخارج وإن شاء الله هتكون هيها مرضوط كويس قوي عندك. فيه نجاح أو أخبار عن نجاح الأولاد أو أصحاب العلاقات اللي هما دخلين في العلاقة معكم. هيبقى فيه نجاحات وهتسمعوا عن نجاحهم وهتفرحوا لهم. كمان فيه نجاح ليكم كمان فيه نجاح للأبناء بالنسبة للمتزوجين وعندهم أطفال أو أولاد في المدارس وفي المراحل التعليمية المختلفة. ففيه أخبار عن النجاح وإن شاء الله أخباركو كلها طيبة وقرأتكو كلها طيبة. خلينا نكمل ونشوف ايه تاني يا برج الدالو. ايه كمان يا برج الدالو خلينا نقول فيه بالنسبة للعزاب والمتأخرين الزواج فيه ظهور لحبيب العمر أو حبيب الروح أو تواصل مع شخص هتحبوه جدا وهو هيحبوه جدا وهتكتمل العلاقة بزواج. ولكن على المدى الطويل لأن فيه هتعودوا كتير عشان تطبقوا على بعض هتعودوا كتير علشان لأنهم تقريبا من نفس البرج بتاعكم فهتعودوا كتير عشان تزبطوا أمركم مع بعض وترتاحوا البعض بس هو حبيب الروح. كمان يعني ارجو منكم الصبر والهدوء لأن الحالة المادية بتاعت الحبيب هتكون ضعيفة شوية فانتوا هتكونوا محتاجين ان انتوا تصبروا معاه أو تساعدوا أو تعاونوا. فيعني ما يجراش حاجة زي ما بيقولهم ربنا هو المعين وربنا بيخليكم انتوا تقدروا تساعدوا الناس كلها فعلى الأقل هتساعدوا المحبوب بينكم إن شاء الله. والعلاقة هتكون نكحاوي سعيدة إن شاء الله. خلي بالك يا بركدال ومن الحسد ومن السحر ومن الأشخاص اللي بيحاولوا يكيدوا بيك الشر دايما في ناس ودايما في حيات وعقارب عايزين يلدغوك ويتعبوك فخلي بالك وخليك منتبه ما تديش جهرك لحد ما تأمنش لحد كفاية. مش هيحميك إلا اللي منك فيك أو اللي من دمك. مهما يكون درجة قربك بالناس التانيين أو الناس اللي انت بتعرفهم فعمر ما حد هيحبك ولا يعزك أو يرجعلك مهما حصل غير أهلك. وزي ما بيقولوا أهلك لا تهلك. فطبعا إن شاء الله في صرح كبير وفي مرضية بينك وبين أهلك يا برج الدال وخلي بالك أيامك اللي جاية كلها سعادة إن شاء الله. خلينا نشوف بالنسبة للمنفصلين إيه الدنيا. الدنيا للمنفصلين واللي حبيبهم عاملين لهم بلوك وقفلين الخطوط خالص ومفيش أبداً اتصال ولا سلكي ولا لاسلكي ولا أي نوع. إن شاء الله هيكون في فتح للخطوط وفتح للاتصالات ومعرفة لأخبارهم وهم كمان هيبعثوا معايدات هيبعثوا تهاني هيبعثوا أي حاجة وهدبان إن هي مبعوطة عن طريق الخطأ فهي مش خطأ. الحبيب بيتابعك وبيتلصص عليك ومرأبك وملحظك قوي 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 أكتر من أنت متخيل بيحب يعني يتتبعك جداً جداً وإنت في غفلة أو أنت بتحاول أن أنت تلاقيه بس مش هتلاقيه لأنه هو فظيع في فكرة إن هو يقدر يوصل لأخبارك من حيث لا تعلمك. إن شاء الله في نصلاح للأحوال وفي طاقات كتير حواليك بتحبك منها برج الأسد وبرج الطور وبرج العزرة أبروات كتيرة هتظهر حواليك وهيكون الأشخاص اللي فيها بيحبوك وبيحبوا لك الخير. دايرة الحظ معاك وبتخدمك وأيامك اللي جاية كلها سعادة وهنا يا برج الدالو. خلينا نشوف قرائتنا لبرج الدالو العاطفية بتقول إيه؟ بتقول صبرت كتير يا برج الدالو واستنيت كتير وإن شاء الله خلاص إن شاء الله الأيام اللي جاية فيها دعم كويس جداً. هتلاقي أشخاص كتير بيدعموك وبيسندوك وبيقفوا جنبك. هتشوف كتير خير من الناحية العاطفية. كمان محتاج إن أنت تفتح عقلك وتوسع مدركك قوي. وتبص في المحيط الواسع اللي حواليك على الناس اللي بتحبك وبتقدرك وتقرب منهم. مش كل القريب منك بيحبك ومش كل القريب منك بتمنى لك الخير. لأ بالعكس فيه ناس قريبين منك وبتمنوا لك الغلط وبتمنوا لك السقوط وزوال الحب والعاطفة من حياتك. فخليك منتبه لنفسك قوي. بالنسبة بقى لقراءة الملايكة بتقول لنا إيه أو كروة الملايكة بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا أنت هتبدأ بداية جديدة. بداية جديدة بداية سعيدة. وهيكون لك تقدم كبير وهيكون لك انتشار باهر يعني لو حد فيكم فكر الشغل إعلامي أو يوتيوبر زينا أو ما شابه. فهو إن شاء الله هيكون له نجاح وصدق واسع وانتشار لصيته قوي ونجاح ليت جو. يعني ابدأ المسيرة وابدأ الحركة وابدأ الأيام اللي جاية كلها خير. فابدأ الحركة فيها ما تنامش وما تتساقش وما تملش وما تكتئبش. لا اتنشط يا بر جدال. ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر